وفي رد فعل عهل التأكيدات الروسية أعلنت السلطات المصرية رفع إجراءات الأمن في مطاراتها إلى أعلى مستويات الأمن بالتعاون مع خبراء من بلدان وممثل شركات الطيران وأدل رئيس الوزراء المصري بتصريحات عقب اجتماع حكومي في شرم الشيخ أعلن فيها توصل مصر بنتائج التحقيقات التي أجرتها روسيا بشأن سقوط الطائرات الروسية إلا أن وزير الطيران المدني في الحكومة المصرية أكد أن لجنة التحقيقات لم تتوصل لأي دليل قاطع يثبت فرضية العمل الجنائي في حادث تحطم الطائرة